خلفت الفيضانات الغزيرة التي ضربت السودان مؤخراً الألاف من الناس في حاجة ماسة إلى مساعدات طارئة ويشير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا نقلاً عن مصادر محلية أن أكثر من 150 ألف شخص قد تضرروا من جراء الفيضانات عبر تسع ولاية في البلاد وفي حديث مع إذاعة الأمم المتحدة أوضح مارك كاتس رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في العاصمة الخرطوم أن الفيضانات الأخيرة تعد الأسوأ منذ عام 1988 الأرقام المتوفرة لدينا تشير إلى أن نحو 26 ألف منزل إما تضرر جزئياً أو دمر بالكامل بسبب هذه الفيضانات لذلك نحن نتحدث عن عدد هائل من المواطنين وهذه الفيضانات تعتبر الأسوأ التي شهدناها في الخرطوم منذ عام 1988 عندما فاض نهر النيل على ضفطيه وتسبب في دمار كبير في جزء واسع من البلاد وقال المتحدث باسم الأوتشا في الخرطوم إن الكثير من الناس يتجمعون على جانب طرق المعبدة التي تعتبر المنطقة الجافة الوحيدة في انتظار المساعدة أو ليتم نقلهم إلى منطقة أكثر أمناً وجفافة ولكنه أوضح أن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الثلاثة الماضية لم تخلف أي بقعة جافة لقد هطل مزيد من الأمطار منذ ثلاثة أيام مما أثر على عدد أكبر من المواطنين وبعض أولئك الذين كانوا يلجأون على حفة هذه الطرق وجدوا هذه الطرق نفسها مغمورة بالمئة ولكن الفيضانات لم تؤثر فقط على أولئك الذين دمرت منازلهم ولكن أيضاً على الملايين في الخرطوم عبر البلاد لأن الفيضانات عطلت المواصلات وأصبحت الرحلة التي تستغرق ساعتين لإتمامها تأخذ 15 ساعة كما أن الأسعار ارتفعت في السوق لأنه من غير الممكن توفير السلعة الأساسية كما أن بعض المخابس قد أقفلت وذكر ماركس كاتس أن هناك خطراً من انتشار الأوبئة عبر المياه قائلاً إن الوكالات الإنسانية تعمل ما في وسعها للتخفيف من هذا الخطر لقد بدأنا بالفعل المساعدة بتطهير نظام توفير المياه كما نقوم بجلب المياه إلى المناطق وبتوفير عشرات الآلاف من الناموسيات لأنه عندما تتجمع المياه تصبح مرتعاً للبعوض ولا يغفل عن بالنا أن المالاريا ما زالت مشكلة في السودان وعندما تفيض المراحيب ويخرب نظام الصرف الصحي يشكل هذا الأمر خطراً كبيراً لانتشار الأمراض المنقولة عبر المياه كما وفرت الأمم المتحدة وشركاؤها أيضاً العيادات المتنقلة ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي وتنصق وكلات الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني بشكل وثيق مع مفوضية الحكومة السودانية للعون الإنساني والمنظمات الوطنية مثل جمعية الهلال الأحمر السوداني لتقييم الاحتياجات وتقديم المساعدة السريعة للأكثر تضرراً وتشير التقارير الأولية إلى أن معظم الاحتياجات الأكثر الحاحن تتمثل في الغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة والخدمة الصحية من يعقوب إذاعة الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر